خليني على هذا الصعيد وهو انتخابات المصريين بالخارج خليني نستقبل عبر التليفون للمهندسة ميرفت خليل عضو حزب المحافظين ورئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في بريطانيا أهلا بيك يا فن أحنا من قطعة يوسف وأهلا بي مشاهدين الكرام أهلا بحضرتكم نتكلم على تصويت المصريين في الخارج واللي هيبدأ ان شاء الله يوم الجمعة يعني المشهد نقدر نوصفه ازاي تحديدا في بريطانيا الاستعدادات من جهة واستعداد الجالية المصرية نفسها مستعدين مقبلين جهزين عارفين هيعملوا ايه والله يا أستاذ يوسف يعني احنا من أول ما تمنا يعني الإعلان عن انتخابات رئاسية احنا كاتحاد عن المصريين في الخارج احنا بنستعد لهذه اللحظة آآ يعني آآ يعني بذأنا ان احنا نعمل اجتماعات عبر منصات التواصل الاجتماعي آآ نشتغل كلنا مع بعض من جميع أنحاء الدول آآ بنتابع عن قرب دلوقتي جميع الانتخابات الانتخابية للمرشحين الأربع آآ على اساس ما احنا بننصح فيهم الجالية المصرية آآ بنوريهم ان يعني ازاي مهم جدا ان هما يشاركوا في العملية الانتخابية ازاي هي مهم جدا ان هما يروحوا لسنة دي الاقتراع علشان يختاروا المرشح زي ما خبرتك قلت بالضبط اللي هما يشوفوه مناسب ولكن هل انا يعني انا اقول لهم كده وفولستوب ولا انا اقول لهم كده واقول لهم ان المنطقة العربية مشتعلة المنطقة العربية او العالم كله في الحقيقة في يعني حالة سياسية يعني غير مسبوقة آآ الواضحة حارج جدا اقتصاديا وسياسيا وإمكانيا فلازم انا يعني زي ما انا بس لكل واحد الحرية ان هو يختار اللي هو عايز يختاره يشوف ايه الطيار السياسي اللي هو عايز يتبع ويتبعه لكن واجب علي انا ان انا انصحهم ان انا اقول لهم ايه المشاكل المعبودة لإلا حضرتك عارف في الخارج يعني ناس كتير كده جدا ممكن يكونوا يتابعوا التلفزيون المصر ناس كتير كده ما يعرفوش اللي في انتخابات رئاسية فكان لازم واجب علينا ان احنا نعمل لهم ساين فوص لكل الكلام وبصراحة يعني الهائة الوطنية للانتخابات منزلة شوية معلومات وزيوهات يعني ترشيدية جميلة جدا صحية اخدنا برضو على عاطقنا ان احنا بناخد الفيديوهات دي وبنشيرها على جروبة الواتس وعلى الفيس وعلى يعني جميع يعني وسائل السوشيال ميديا نبعث الميلاد للناس اللي متوفر عندنا الميلاد بنقابل الناس في الشارع بنقابل الناس يعني في وجودنا لو تواجدنا في الكونسوليات بنقابل الناس بنكلمهم انتو عارفين ان في انتخابات انتو عارفين ان هيهم كذا وكذا الصفحات بتاعتنا عاملين صفحة مخصوص للارشادات طبعا بناخد معلومات من الهائة لو طنية الانتخابات طبعا ولكن كمان عاملين ارشادات للناس طيب اللي جاي مسكوتلان جايزي ازاي احنا بندور له على اسعار تكون رخيصة مثلا للقطر لو انت حتاخد القطار هيبقى فيه الوقت ده فانت ممكن تستخدم القطار كذا طب حتتقابل معنا طب احنا هنخرج بعد يعني هتعمل التصويت وبعدين هنتجمع كلنا ونتفسح كلنا او نخرج كلنا بنجيهم يعني او انتباع يعني وهي بيبت تبقى حقيقة فعلا نما بتحصل حضرتك يعني اكيد بيبتبقى متابع الانتخابات المصرية في الخارج وبتشوف يعني كمية المصرين في الخارج بيبقوا عاملين ايه يعني بيبقوا عاملين حفلة برية طبعا الاستفارات اه اولا لان هما بيبقوا فرحين فرحانين اه بان هما حصلوا على حق من فقوقهم طبعا لان احنا قبل كده ما كانش لنا حق في الانتخاب في التصويت لاننا كنا عايشين في الخارج نعط دستور الجديد بقى لنا حق انتخابي بقى لنا بنقدر ان احنا ننتخب في تغيير يعني بنصوت في تغيير الدستور بننتخب في مجلس الشعب بننتخب في مجلس الشيوخ وانتخابات الرئاسية طبعا من 2014 واحنا نستمرين في الانتخابات صحيح فدي حاجة ما كانش بتحصل قبل كده احنا كنا منسيين ده وكويس انه الدستور الجديد اكد على هذه الحقوق لاجل المصريين في الخارج والجاليات المصرية اللي متواجدة خارج البلاد انا مشكورك جدا مهندسة ميرفد خليل عضو حزب المحافظين ورئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في بريطانيا بالتحديد كل الشوكوليكة باش مهندسة اشتركوا في القناة